ازايك عاملين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت لكم بقى النهاردة في فيديو جديد هنعمل النهاردة مع بعض مفرش السفرة اللي انتوا شايفينه ده من غير خياطة ومن غير اي تكاليف خالص مجرد كده قطعتين قماش كانوا موجودة عندي وبدأت ان انا اعمل بيوم المفرش اللي انتوا شايفينه ده فكرة بسيطة وسهلة وان شاء الله هتعجبكم يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة بقى السفرة طبعا زي ما انتوا شايفين شكلها مدور كده عندي بصوا اول حاجة بدأت ان انا اخد مقاس كده الارس اللي هو موجود معايا فوق استاه كده بالمتر وبعدين بدأت اشوف بقى القماش اللي معايا كان عندي اللي هي قطعة القماش البيج اللي انتوا شايفينها دي القماشة بتاعتها بجد حلوة جدا متينة كده وحلوة قوي بصراحة وكمان كان معايا الخيش اللي انتوا شايفينه ده بصراحة كنت جايبة متر منه كده ومركون خالص مكنتش بعمل بيه بصراحة حاجة يعني كنت بعمل بيه افكار بسيطة كده بس كان عندي كمية منه فبدأت بقى استخدمه النهاردة في الفكرة اللي انتوا شايفينها دي بصوا بقى من غير اي خياطة خالص ومن غير اي حاجة خالص بدأت ان انا استخدم مسدس الشمع وبعدين زبطت كده كل المقاسات بتاعتي وبدأت ان انا لزقوا هنا كنت بوريكوا شكل الشمع كده من وراء يعني بصراحة ثبته معايا كويس جدا من غير بقى خياطة ومن غير اي حاجة خالص وشكله كمان طلع حلو جدا زي ما انتوا شايفين فيه اجزاء برضو زيادة من وراء حبيت ان انا اسبها برضو علشان اوريكوا كل التفاصيل اللي انا عملتها وفي الاخر بقى هبدأ ان انا قص برضو الاجزاء دي كمان الاطراف اللي هي موجودة معايا دي علشان تدي برضو شكل معايا كويس بدأت ان انا عملها شكل السبعة كده علشان برضو يبقى الشكل بتاعها كويس لما تبقى نزلة مثلا من جنب الترابيزة او مما بين كل كرسي كده وكرسي يبقى الشكل برضو بتاعها كويس الصفرة عندي مش كبيرة اوي هي اربع كراسي بس فبصراحة كده والمسلس ده باين كده ما بين الكراسي بصراحة الشكل بتاعها كان حلو جدا كمان بقى الاطراف اللي موجودة عندي اللي انا كنت لازقاها كده بمسدس علشان برضو ما يبانش منها اي اجزاء بدأت ان انا حطت عليها الشريط الابيض اللي انتو شايفينه ده بدأت اقرب لكو برضو كده الاجزاء قوي علشان تشوفه برضو بصوا مش ماين اي حاجة يعني المسدس الشامعة بصراحة حلو جدا من غير بقى خياطة برضو ومن غير اي تفاصيل كده معقدة يعني فالمسدس بصراحة غناني عن الموضوع ده خالص وزي ما انتو شايفين الشكل بتاعها حلو جدا كمان بقى النجمة اللي انتو شايفينها في النص دي انا كنت جايبة او ماشي الخيمية كنت ورده لكو كده في فيديو المشتروات فبدأت ان انا قص النجمة دي عايز اقول لكم انها طلعت عيني بصراحة في القص خالص وكمان بعد ما قصتها بدأ ان هو يطلع منها خيوط صغيرة كده بصوا بقى جات لفكرة ان انا استخدم الولاعة كده وابدأ ان انا على الخيوط دي تخلي النار تيجي عليها كده علشان ما تطلعش تاني بصراحة لقيتها برضو بتطلع كده اجزاء من الخيوط تاني فجات لي بقى فكرة ان انا اركب اللي هو الشريط الفد اللي انتو شايفينه ده قصت كده اجزاء منه صغيرة وخلتها ايه على دايرة النجمة كده يعني عشان تاخد شكل النجمة برضو معايا بس بصراحة الخيوط دي مع بقتش عارفة اتصرف فيها خالص مدايقاني جدا لو انتو برضو عندكو فكرة كده ان انا ممكن اتخلص منها ازاي قلولي برضو تحت في التعليقات بصوى الاجزاء كمان المسلسات الصغيرة اللي طلعت معايا كده من الاطراف اللي انا عملتها في المفرش الكبير عدت بقى فكر كده قلت طبعا مش هاسبها في حالها لازم اعمل بيها برضو حاجة فهبدأ ان انا اعمل بيها مفرش صغير برضو كده خدت مسلسين كده وبدأت ان انا لزقهم في بعض وكمان قصيت شكل الفانوس دوت برضو من على قماش الخيامية وبدأت ان انا لزقوا عليها في النص كده وبرضو الشريط الابيض اللي انتو شايفينه ده بدأت ان انا لفو عليها كده بصراحة تاته شكل حلو قوي ممكن كمان نعمل منها مناديل كده مثلا اللي احنا بنستخدمها عندنا على الانتري مثلا او كده هيبقى برضو الشكل بتاعها كويس جدا بس انا عملت بصراحة الجزء ده علشان هبدأ ان انا حط هنا كمفرش كده واحط برضو عليه الفانوس كده الكبير اللي احنا كنا عاملينه مع بعه بصراحة كان شكله حلو قوي وكمان الصفرة كده كده جنبه على طول فهيبقى كده شكلهم مع بعض الاتنين والالوان كده مع بعض هيبقى شكلها حلو جدا هوريكو برضو كده في الاخر بعد ما خلصت وفرشت برضو الصفرة هوريكو كده شكلهم الاتنين مع بعض بصراحة شكلهم طلع حلو جدا انا اصلا كنت محتارة جدا مش عارفة هحط ايه على الصفرة يعني الرمضان وكده وزي ما انتو عارفين لما وردتكو كده في الفيديو اللي احنا فرشنا فيه ان الجزء ده انا مخصصة كده للخيمية عشان عاملة اصاده اللي هي الخيمة الكبيرة اللي احنا عملناها مع بعض فعلشان كده كل الاشكال برضو ماشية مع بعض فجات لي بقى فكرة المفرش ده حبيت برضو ان انا شاركه معاكم كده انا المفروض والله يكنت هصوره معاكم بكل التفاصيل بس بصراحة الوقت كان دايق جدا معايا فما حارفتش ان انا صوره معاكم فحبيت برضو ان انا وضح لكم الفكرة كده ممكن برضو تستخدموها عندكم في البيت وتعملوا برضو بيها مفرش كده باي قطعة قماش بوجودة عندكم بدأت بقى ان انا حط عليه كده كل الديكورات بتاعتي احنا برضو كنا عاملين الديكورات دي كده مع بعض ممكن كمان تحطوا فازة ورد مثلا او كده كان الشكل برضو بتاعها كويس انا حبيت كده ان انا حط الاول كده حاجات رمضان وبعدين برضو في نص رمضان كده او حاجة ممكن ان احنا نجدد بقى وحط مثلا فازة وردة او كده كده الفيديو خلاص خلص باعي عملنا مفرشين حلوين جدا من غير اي تكاليف خالص ومن غير خياطة وزي ما قلتلكم من غير اي تعقيد خالص يارب بتكون فكرة النهاردة عجبتكم وتجربوها عندكم وان شاء الله تطلع معاكم حلوة جدا بتنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها وكل الافكار اللي احنا بنعملها مع بعض وكل سنة وانتوا طيبين ويا رب بتعود الايام علينا جميعا بارف خير واستنون ان شاء الله دايما في فيديوهات جديدة